ممكن يكون السبب عدم أو تأكيد على مقاله طبعا الأستاذ الكبير محمد حسين هيكت إن عدم وجود ظاهير سياسي سواء لكل المرشحين احنا بنتكلم عن المرشحين الاتنين الظاهير بتاعهم أكتر ظاهير شعبي سواء كان طبعا الأستاذ حمدين صباحي أو طبعا مشير عبد الفاتح سيس والظاهير السياسي هو اللي بيكون أقدر أو عنده طبعا من خلال بقى الخبرة في الانتخابات أو ما شابه عنده قدر على حجل الناس ونزلهم للسنة دي للانتخاب اسمحي لأستاذ محمد حسين هيكل وأنا أقدره وأحترمه جدا من أكتر ناس اللي بتقدره في مصر بأعتقد أنه يتحدث من خلفية ومضاوية شوية من الماضي بيتكلم عن مصر أخرى وبيتكلم عن ممارسات قديمة جدا الظاهير السياسي وجود ظاهير سياسي للمرشح ضروري نعم ولكنه في الحالة الراهنة دلوقتي مش مهم جدا الظاهير السياسي ممكن يكون للرئيس بعد ما ييجي في الرئاسة يعني ممكن المشير السياسي يفكر أن يقول لي ظاهير سياسي في الشارع يحتاجه كخطوة ثانية كخطوة ثانية لكن الحالة المصرية دلوقتي مختلفة تماما عن الحالة اللي كان بيشهدها وبيراقبها الأستاذ هيكل بمعنى إيه؟ بمعنى أنه حالة المواطن المصري في ظل هذه الثورة ووجود عدو وخص مجاهز طول الوقت هو مستنفر المواطن المصري مستنفر ونازل نازل يقول المشكلة فين؟ المشكلة أنه الأستاذ هيكل يتحدث عن انتخابات تعبوية كانت بتحصل في الماضي بحيث أن الاتحاد الاشتراكي ينزل الناس ويدفعهم إلى النزول بالعربيات وغيره هلك رجعتنا ليه الاتحاد الاشتراكي؟ ما دو عاصر الأستاذ هيكل؟ أيها بس الحزب الوطني برضو ما أنا جاي لك واحدة واحدة أنا جاي لك التطور التاريخي للحاجة الساعة أنه بدأت بالاتحاد الاشتراكي ورأسها الحزب مصر ورأسها الحزب الوطني أنه الحزب اللي هو الظاهر السياسي بتاع المرشح بيحشد الناس وينزلهم الحج ده بقى يتم إزاي بالعلاقات القابلية والعائلية واحد، اتنين بمكاسب الحزب، تلاتة بالرشاوة الانتخابية، أربعة بالغصب، بكل حاجة ده عاصر انتهى، الأستاذ هيكل لا يدرك أن العاصر ده انتهى من يناير حتى الآن ما عادش حد يقدر هو يقدر يدفع فلوس ويحط صبون وزيت وسكر وينزل الناس لكن ما عادش حد يقدر يعمل ده من غير ما يتفضح طيب، الحج ده بيتم ازاي؟ الحج ده بيتم عن طريق اسلوبين اتنين واحد، إن الاتنين المرصحين حملاتهم تشتغل على أرض الواقع وده اللي أنا باخده على الحملتين وحملة